من العلا السعودية إلى تلك التي ترسم شكل العلاقة بين العراق والخليج العربية ترتسم التوافقات وتفعيل بغداد عاصمة دولة لها المكان والمساحة والأهمية في الخارطة العربية زيارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف توحد مواقف العراق وتؤكدها بتثمين بيان العلا وتحقيق المصالحة الخليجية سوب توافق على مواجهة الإرهاب والأزمات الاقتصادية الحجرف حمل رسالة التأكيد على دعم الخليج لأمن العراق وسيادته الكاملة مباحثات عززت اهتمام الطرفين في تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات التشروعية المبكرة وأحياء الديمقراطية في السماع العراق خطوط عدة تطرق إليها اللقاء المثمر والذي ينعكس على تقدم العراق خطوة نحو الانفتاح الاقتصادي منها ملف الربط الكهربائي الكاظمي دشن الطريقة لتطوير العلاقة مع دول الخليج استنادا إلى رؤى تريد الحكومة تحقيقها بما ينعكس إجابا على المواطن استكمالا للعهد الجديد من العلاقات بين العراق ودول الخليج سيما بعد العام 2017 أثمرت اللقاءة عن اتفاقات مهمة حينها كإنشاء مجلس تنسقي عراقي سعودي لتطوير المبادرات بين البلدين على كل الأصعدة ما يعيد التفاعل العراقي بنبض تجاري زراعي صحي صناعي وأبواب حدود آمنة مشرعة على محيطه العربي كل هذا كان مجرد توقعات على ورق لكنه اليوم بات ضرورة قبل أن يكون حقيقة ضرورة يسعى لها العراق والخليج معا لإيجاد قوة اقتصادية تعالج أزمات الكهرباء والبنى التحتية والإعمار بعد زمن من الدمار والانهيار والضعف اتفاقات جدا اشتركوا في القناة